السلام عليكم. النهاردة هنبدأ مع بعض مايكروسوفت تيمز من الاول خلص. علشان اوصله اعمل ايه? ادخل على اي براوزر افتح اي براوزر ايج جوجل كروم اي حاجة واكتب فيه العنوان بتاعي. العنوان بتاعي ياما اكتب portal.office ياما اكتب mail.futuresnet.net. انا بحب البداية ان انا اكتب mail.futuresnet.net. هتفتح لي الصفحة دي. هيقول لي اكتبي الايميل بتاعك. هدخل اكتب ايميلي. وبعدين هيسألني الايميل ده ايميل شخصي ولا ايميل شغل. اه يعني هوت ميل ولا كده ولا آآ ثلتمائية خمسة سوطين. فانا هروح كتب له ان هو لا ايميل شغل. هختل ده. يقول لي طب اكتبي كلمة السر بتاعتك. كلمة المرور. هكتب هالو. وبعد كده هتفتح لي بتاع تلتمائية خمسة ستين. دي الصفحة الاساسية بتاع تلتمائية خمسة ستين. هتلاقي واحد ضمن الابس الموجودة. ادي هنا تيمز. طيب لو تيمز هو مش موجود في الصفحة دي في الجزء ده. عندك اكتر من اوبشن. اول حاجة ممكن تقول لي هنا الاول الابس تدوس على السهم ده. هيروح فتح لك وهتلاقي فيها او انك انت تيجي عند دول. تفتحهم. هتفتح لك كده وانسوا يرى. هتلاقي فيها اه التيمز موجود هنا. او انك انت تدوس على الابس برضو من هنا هتلاقيها موجودة عندك. انا كده فتحت الصفحة بتاع التيمز. فتحته عن طريق الواب. دي اول صورة ممكن الاقيها لتيمز. تلات صور. الصورة الاولانية. الصورة التانية ان انا اكون عاملة له داونلود على الدسكتوب بتاعي. لان هو برضو زي ما انتم شايفين كده. ممكن اعمل داونلود للبرنامج على الدسكتوب بتاعي. دي تاني صورة. الصورة التالتة. اني انا اكون عاملة له داونلود على الموبايل. وبعدين مهما يكون نوع الموبايل بتاعي اندرويد اي او اس هو ايه. حضرتك تقدر تدخل على بتاعك. وتعمل داونلود للتيمز. والتلات اشكال اللي موجودة لتيمز هتلاقيها آآ بصورة جدا. اللي اختلافات بينها بسيطة جدا جدا جدا. يمكن ما تتحسش الا ازا كان حد كويس جدا جدا في استخدام آآ التيمز. وهيكونوا كلهم متواصلين ببعض. طب حضرتك تنسل اني واحدة فيهم? انا رأيي ان التالت هيكونوا عند حضرتك. لاني انت بت... الساعات كتير بيقول لك مثلا آآ آآ عايز تعمل ميتنج. او انت عايز تحضر ميتنج. طب تحضره عن طريق الويب ولا دستوب عب. فهو بيخيارك. آآ او انت تختار الوضع اللي هو امثل بالنسبة آآ لحضرتك. او انت مش موجود في 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 البيت فهتكمل الميتنج بتاعك من على الموبايل. فهو مفيد جدا ان يكون عندك التلات صور بتاعة تيمز. دي حاجة مفيدة. يعني انا هنا يعني في صفحة كده عايزاكم تشوفوها. لما باجي ادخل على تيمز بدخل على اه الميتنج عشان ادخل هو بيقول لي انتي عايزة تعملي جوين لمن? جوين عن طريق الواب. خلاص? ولا عن طريق الاب نفسه. فاللي انت بنزله. فيعني حاجة كويسة قوي ان هو يكون عنده حضرتك. الجزء اللي فاضل عندي طب ازاي اجيب الصور المختلفة لتيمز? آآ عندي هنا انا فتحة اللي هو الواب. لما اجي عندي الصورة بتاعتي كده وادوس عليها. هيفتح لي الجزء ده هيقول لي انت عايزة تعملي داونلود للديسكتوب اب ولا عايزة تعملي داونلود للموبايل اب. فيوبا كده التلات صور اللي عندي كملوا. او ان انا اروح في الجزء ده في الاخر كده بتقول له ان هو داونلود للديسكتوب اب. فهتلاقي اوتوماتيك نزلك على الديسكتوب. طب لو انا في في الديسكتوب آآ اللي هو نازل على الجهاز الشخصي بتاعي. وانا عايزة آآ اروح لصورة تانية نقصة بالنسبالي. برضو نفس الطريقة هروح للصورة عندي. وبعدين يقول انت عايزة تعملي داونلود للموبايل اب من هنا. وهيعمل بينه وهيبعط لك لينك تعمل داونلود لآآ الاب دوت على الموبايل بتاعك. وبكده الجزء الاولاني يكون خلاصة شكرا.